تخيلوا لو أقوى أبطال الأرض يتحول لشرير تخيلوا إن رمز الأمل تحول لرمز للدكتاتورية تخيلوا إن سوبرمان يتحول لشرير وبتحولوا ده الأمل بيموت ولكن بيتولد التحدي من الألم عشان يحولوا لأمل ده عهد الظلم بعد خمس سنين سوبرمان بيزحى مفزوع من كابوس كان بيرودوا بقالوا فترة ولكن بيتطمن أما بيلاقي لو سلين جنبه وبعد فترة بيحس إن فيه نابدة تاني مع لو سلين شون يتضح بعد كده إن هي حامل وبيصحيها من نوم وفي حالة هستيرية ولكن حالة من البهجة شديدة جدا سوبرمان تسعيد سعادة غير موصوفة بإن لو سلين حامل وفي مشهد هو واحد من أجمل وأحلى مشاهد سوبرمان وكلار كينت على الكوميكس ويعني تقريبا كتمهيدة ليوم جميل جدا للسوبرمان وفي نفس الوقت كان باتمان بيحقق في قضية كده أو حاجة هو شاكك فيها ممكن تحصل في مدينة متروبوليس وفي ظلم هو بيبحث ويدور عليها سوبرمان بيظهر وعلى وشه دحكة غريبة وبندي حكة الغريبة دي بروس وين أو باتمان بيلاحظ إن في حاجة غلط وبيقوله يا لوس حامل سوبرمان بيستغرب بيقوله انت عرفت منين طب يا ما تسألش عباش يعني ده واحد من أقوى المحقين في التاريخ فعرف منه الشك بس وفي نفس الوقت هم بيكلموا حصل انفجار هز مدينة متروبوليس وبيتضح إن الانفجار ده كان على إيد الجوكر وهارلي كوين عشان سوبرمان يطير بأقصى ما عنده ويروح ويشوف إيه اللي بيحصل عشان اتضح بعد كده إن الجوكر وهارلي كوين كانوا مدبرين مفاجأة لسوبرمان سوبرمان بيروح وبيكتشفوا بعد كده إن حصل كمين خدوا سوبرمان فيه وضربوه بنوع كده من الغاز وسوبرمان بيتأثر بالغاز ده والعلم سوبرمان ما كانش بيتأثر بأي نوع من الغازات قبل كده ولكن هقول لكم بعدين السبب وفي ظل ما هو بيتأثر بنوع الغاز ده بيسحى ويلاقي دومس ده فجأة في وشه وهنا هتسأل لو إيه اللي جاب دومس ده هنا ولكن المفاجأة في إن دومس ده موجود وبيحارب سوبرمان وسوبرمان بيحاربه عشان بعد كده ينقله للفضاء عشان ينقل مكان المعركة دي لفوق ومحدش يقدر يتأثر بها وفي ظل ما السوبرمان بيعمل كده وبيضرب دومس ده وبيحاول يقتله وبعده بقدر مستطاع عن الأرض دومس ده بيموت عشان باتمان يكلم سوبرمان ويقول له بطل يا كلارك وقف يا كلارك اللي انت بتحمله ده غلط ويتضح بعد كده إن لويس لين كانت هي دومس ده عشان تموت على إيد سوبرمان في واحد من أفضع وأقوى المشاهد اللي تقدمت لنا في تاريخ الكوميكس لويس لين ميتة على إيد سوبرمان وبسببه وفي نفس الوقت الجوكر كان ضابط على أول لما يقف البلويس لين تضرب قنبلة ذرية وأول لما ماتت وفي نفس الوقت قنبلة ذرية بتضرب متروبلس وفي الوقت ده سوبرمان أساسا مش مدرك هو عمل إيه عشان القنبلة تضرب متروبلس وبيروح ضحيطها ملايين سوبرمان في لحظة صدمة لحظة سكوت تام في الفضاء مش عارف إيه اللي هو عمله هو في نفس الكابوس اللي كان بيحلم بيه ولا ده حقيقة في نفس الوقت باتمان بيدرك إن الجوكر بقى في خطر كبير جدا عشان ياخده ويحبسه في مكان شديد الإحكام يعني صعب أي حد يروح له ولكن سوبرمان من كتر الغضب والقهر بيتير بأقصى ما عنده وفي نفس الوقت جوكر و باتمان كانوا في الصراع جبار بيتكلموا بفلسفة عميقة جدا وجوكر بيقول باتمان أنت خلاص ما بقيتش عدوي أنت أنا مليت أساسا من عدائك قل تعلي بالليفل شوية وهروح للبعد منك ونجحت عملت اللي أنا عايزه مع سوبرمان وفي نفس الوقت سوبرمان بيوصل و بيمسك الجوكر و في مشهد أيقوني لا يوصف بيخترق بإيده جسم الجوكر و يموت الجوكر و هو بيضحك و سوبرمان بيتحول و باتمان في حالة صدمة سوبرمان قعد مش مستوعب إيده مليا ندم و سامع كل كلمة العالم بيتكلم فيها في الحدثة الأخيرة و الأول مرة سوبرمان ما بقيهش زي الأول موسيقى موسيقى